السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مصر سلبد وإن شاء الله اليوم سأشرح الشابتر الرابع من مادة الأحياء الدقيقة التشخيصية في هذا الشابتر سنتحدث عن التكنيكس وعن الفحوصات اللي من الجياب المختبر لحتى أنه نحدد نوع البكتيريا الموجودة عندي طبعا هاي الفحوصات بتنقسم لنوعين اللي هي الفينوتيبك تس والجينوتيبك تس وكل جنراء من الفحوصات عفوا كل جنراء من البكتيريا إلى فحوصات خاصة فيها الآن بالنسبة للفينوتيبك تس والتنقسم لخمسة فحوصات اللي هي كوني مورفولوجي الـ Environmental Requirements for Growth Resistance of Antibiotics أو Resistance of Antibiotics Microscopic Examination وفي عنا Nutritional Requirements and Metabolic Capabilities طبعا راح نحكي عن كل واحدة بنا دول بالتفصيل الآن بالنسبة لكوني مورفولوجي هلا المعلومات اللي بحصلها من خلال كوني مورفولوجي بتخلي تفكيري موري سبسيفك بخصوص الفحوصات اللي ممكن أجيالي حتى أحدد نوع البكتيريا الموجودة عندي بشكل دقيق طبعا في عنا أنواع معينة من البكتيريا ممكن نعرفها بشكل سهل يعني من خلال كوني مورفولوجي التقييم طبعا بعتمد على خمسة عوامل أساسية اللي هي الكوني سايز الكوني شاب البيجمنتشن الودور الودور معناها رايحة في عنا السيرفاسابيريانس وفي عنا الهيمولايسس من أمسة على البكتيريا اللي بقدر أعرفها من خلال كوني مورفولوجي في عنا السودومونس ريجنوسا في عنا البروتيس بيشيز والبصيلة بيشيز بالنسبة لسودومونس ريجنوسا يجرام نيجاتي بروتس بتمفاذ انه البجمنتشن تباحة الونا الخضر مع رايحة مثل رايحة العنب بالنسبة لبروتيس بيشيز يجرام نيجاتي بروتس وكاركترستيك سورمينع واند باليت واند اول ميت السميل شو يعني سورمينع يعني المستعمرات التباحة والكوني السباحة بتنمو على شكل دوائر مبتعدة على المركز وهي دوائر بتكون خلينا نحكي مكتظة بالبكتيريا وبالاضافة للرائحة مثل رائحة اللحم الفاسد او اللحم القديم في انها البيصلة بشيز هي جرام بوزيتيب ايرو بكسبور فورمينجروتز وبتمتاز ان المستعمرات تباحها بتكون طبعا هذه البيصلة هي الدلالة على البروتياس بشيز هاي الجرين بيجمنتاشن اللي هي الدلالة على صودومون السيريجونوسا وهي اللي هي اللي هي اللي هي الدلالة على البيصلة بشيز هلا ممكن اني اعتمد على ال environmental requirements for growth أو ال environmental conditions في تحديد نوع البكتيريا ومن اهم ال conditions اللي ممكن اعتمد عليها اللي هي ال incubation temperature بحيث ان الانكوباشن تستعيني على التفريق بين الأنواع التالية من البكتيريا اللي هي الكومبيلوباكتيرجاجيني والاستيريا مونوسايتوجينز والياريسينيا انتيروكوليتيكا طبعا بالنسبة للكومبيلوباكتيرجاجيني هي بكتيريا تعتبر جرام نيجاتيف طبعا روتس تمتازين قد عنده موضة من درجة حرارة 42 درجة سيديوسية بالنسبة للاستيريا مونوسايتوجينز هي عبارة عن جرام بوزيتيف شورت روتس تمتازينها قد عنده موضة من درجة حرارة بتتراوح من 0 إلى 4 درجات سيديوسية بالنسبة للياريسينيا انتيروكوليتيكا هي جرام نيجاتيف روتس تمتازينها بتكون متائل ضمن درجة حرارة الغرفة ونان متائل ضمن درجة حرارة 37 درجة سيديوسية ايضا ممكن اعتمد على الانباع ممكن اعتمد على الانباع بحيث انهم في عنا الايروبيك مثلا بكتيريا ما بتقدر تنمو ضمن الايروبيك كونديشن في عنا الايروبيك كونديشن هاي ما بتقدر تنمو في قاع الانبوب اللي هو السيوغلايكوليت تيوب في عنا ايضا حاجة البكتيريا وبعض انواع البكتيريا بتحتها لحتى انها تنمو او لحتى انها تضل على قيد الحياة من ضمن هذه البكتيريا اللي هي السيبتو كوكسينيومينيا والناسيريا جوناريا وفي عنا الهيموفيلوس اللي هي تعتبر جرام بوزيتب كوكوبسيلوس ود بوليمورفيك شيفس بوليمورفيك شيفس يعني متعددة الاشكال في عنا ايضا ممكن نلجأ للانتي بايتكس في معرفة نوع البكتيريا بحيث انه بعض انواع البكتيريا بتكون ريزيستنس لانواع معينة من الانتي بايتكس على فرض مثلا والله بالمختبر انا صبغت صبغت جرام بس ماقدر تحدد جرام بوزيتب او جرام نيجاتب فبالجأ والله لانتي بيتك يطلق عليه هذا البنكومايسين اذا بضيفه على الميديا ونمت البكتيريا فبتكون بالغالب جرام نيجاتب بكتيريا لانه معظم انواع جرام بيجاتب بكتيريا ريزيستنس البنكومايسين انه اذا ما نمت فبتكون جرام بوزيتب بكتيريا طبعا بالنسبة ل فيه نوع آخر من الانتيبيتوك ممكن استخدمه اللي هو نوبوبايوسين هذا باستخدمه الكاش عن السافيروكوكاس سابروفيتكاس اللي بتكون رزيستنس لإله أيضا ممكن النوع الجعله عن ميتابوليك كابابلتاسي الكاش عن البكتيريا واللي هي تعتبر من أكثر الطرق شيوعا في تحديد نوع البكتيريا هاي الطريقة طبعا تتضمن أربع فحوصات اللي هي الانزيمة الكابابلتاس الفرمنتاشن والشوغر الامينواثي الديجرداشن والسينجل سبستريت يوتولايزاشن هلا بالنسبة لانزيمة الكابابلتاس واللي تعتبر طريقة سريعة تتضمن أربع فحوصات اللي الكاتيليز تست الاكسوداس تست الاندول تست واليوريز تست بالنسبة لكاتيليز تست هو فحص أساسي للكاش خلينا نحكي عن الجرام بوزيتف بكتيريا في عنا الاكسوداس تست أيضا يعتبر هذا فحص مهم وأساسي لمعرفات أو للتفريق بين جروبس معينة من الجرام نيجاتيب رودز في عنا الاندول تست هذا الفحص حددني إذا البكتيريا بتنتج تريبتوفينيز ولا لا وفي عنا اليوريز تست يعتبر ديفرانشيل تست في البكتيريا اللي يطلق عليها انتيروبكتيريسيا أيضا يستخدم الكاش عن الهلوكوبيتر بايلوري فينا الأمينواصد هو فحص بقس مدى قدرة البكتيريا على استعمال أنزيمات في تحليل أو خلينا نحكي نتسوي الديجرداشن لبروتينات طبعا هاي الأنزيمز تتضمن الدكروبوكسوليزز والديمينيزز والديهايدوليزز بالنسبة لدكروبوكسوليزز ف هاته دكروبوكسوليز بصوم شفورك من الكربوكسيلي group من الأمينوؤسد في زيد الحياة البيئات هيمل الدمينيزز بصوم شفورك 시는 للموبا لأمينو AN أمينوؤسد وبعدنا الديهايدوليز بالموبا من الواتر من البروتين طبعا هذه الفحصات تعتبر جزء من بكتح الكامل من الفحصات ديفرية أنا بنفس الوقت أو بجري على نفس النوع من البكتيريا لحتى أني أحددها طبعا هذا مثال على اللي حكناها الآن أنه هاي الفحوصات ما بجري أنا فحص واحد لا بجري مجموعة من الفحوصات هاي الفحوصات طبعا النتائج بتكون يا positive يا negative فبناء على النتائج بحدد نوع البكتيريا بشكل دقيق في أن الشوكور فرمنتاشن هذا لavin صن SUBSCRIBE لشجر فرمنتر او نن شجر فرمنتر فعنا Wood hard-nogyninated bacteria أيضا تصنف الـ شجر فرمنتر ونن شجر فرمنتر طبعا في أن هنا من وهم الفحوصات من ضمن الشكوف الاجراء اللي هي Lactose Fermentation اللي بتصنفلanderobacteristea اللي بتنمو بالمكنك إغالiens ل Lactose Fermenter نانو الاكتوز فيرمنتر هنا ايضا مني تول فيرمنتاشن هو فحص اساسي للتفريق بين انواع معينة من الاستفيلو كوكس طرق اخرى ممكن اتباح على حتى اكشف عن نوع البكتيريا اللي هي انه اذا البكتيريا خليها نحكي نمات كان عندها قدعة لانها تنمو فها بتكون الاستفيلو كوكساي اذا مثلا تجعلنا الاشتو اس فهذا خليها نحكي. بكون دلالة على ان البكتيريا اللي عندي هي انتيرو بكتيريسيا هم سترع?? انتيرو بكتيريسيا هي عائلة من الهتيروجينوس general for criterion negative parts جميعها تعتبر oxidative قادرة على انها تنمو balls يا غار قادرة علينا ت cursarla تقوم Linux وتقوم Jade النايترات تحوله للنايترايت بالنسبة للأكسوداز تست هو فحص يستخدم طبعا في المايكروبيولوجي بيحدد إذا البكتيريا بتنتج سرتان سايتوكروم سيوكسوداز تنتج مركب اسم سايتوكروم سيوكسوداز طبعا هذا الفحص بتم استخدام ديسكس هاي الدسكس بتكون خلينا نحكي موجود عليها رياجنتس إما TMPD أو DMPD واللي تعتبر الريدوكس إنديكاتر اللي هي خلينا نحكي إنديكاتر لعملية الاختزال الريدوكس إنديكاتر هي عبارة عن إنديكاتر طبعا بتخضع لتغير معين باللون استجابة خلينا نحكي اللي هو تعرض لجهد كهربائي من الأمثلة أخرى على الـ identification scam اللي هي الاستافيلوكوكس والسودومونس الاستافيلوكوكس هي جرام بوزيتف كوكساي طبعا الكتاليز السباحة بوزيتف قادم على إنها تنمو بالمثل سالت أجار في عنا السودومونس هي جرام نيجاتيف رودز بتكون ما بتقدر صوي فرمنتاشن الشجر الكتاليز السباحة بوزيتف وهي الأوروبك هسا identification test battery هسا زي ما حكينا هاي الفحوصات خلينا نحكي بتيجي على يعني منسوي على شكل package كامل ما منسوي فحص واحد إحنا لنكشف نوع البكتيريا يعني مثلا ما منستخدم بس اللي هو الكولوني مورفولوجيا وما منستخدم فحص الكتاليز حاله وما منسوي فحص واحد أو فحصين لا إحنا منسوي مجموعة من الفحوصات بخطوات متدرجة بناء على نتاج هاي الفحوصات بحدد تبع البكتيريا الجينيرا بناء بوصل لأنه حدد البكتيريا بشكل دقيق نوع البكتيريا بشكل دقيق طبعا هاي الفحوصات خلينا نحكي نتائجها بتبعين من خلال اللون أو من خلال الترفيدي وتصدق النتاج as positive or negative result يعني هاي الفحوصات بالتالي qualitative مش quantitative من أفضل أنصد على هاي الفحوصات أو على هاي الأنظمة خلينا نحكي اللي ABI 20E والABI 20NE اللي تستخدم في تحديد Intric and non-intric Gram-negative Bacteria respectively طبعا هذا ABI 1E اللي يستخدم في تحديد Intric وهذا اللي هو اللي يستخدم في تحديد Non-intric طبعا هذا مثال على اللي حكينا زي ما قلنا أنه بكون عندنا package من الفحوصات وطبعا هاي الفحوصات بتكون Biochemical أو Enzymatic Test بناء على النتائج بوصل بالنهاية لتحديد نوع معين بكتيريا بشكل دقيق هسا في عنا مع تطور التكنولوجيا صار في عنا أنظمة في تحديد نوع البكتيريا هلا هاي الأنظمة في عنا نظامين هندكين اللي هي BITIC System BITIC System BITIC System بيحدد لي نوع البكتيريا وبيحدد لي إذا ما كانت هاي البكتيريا resistance أو non-resistance لأنتي بيتك معين وفي عنا BITIC System بيحدد لي نوع البكتيريا الموجودة في Blood Culture فما في داع عفوا أن يعمل الفحوصات هديك package من الفحوصات لحتى أوصل نوع البكتيريا هاي الأنظمة بتسويلي هاي الفحوصات كاملة بشكل مؤتمة بالأخير بتحدد لي نوع البكتيريا بشكل دقيق هسا بالنسبة لل acid fast stain طبعا من ضمن الصبغات اللي بستخدمها مختبر مايكو بيولوجي اللي هي acid fast stain واللي بتقسم خلينا نحكي The two techniques في عنا زهن نيلسون وفي عنا كانيون مثود أو عفوا في عنا زهن نيلسون مثود وكانيون مثود هسا شو الفرق بين التنتين هسا هادا النوع من الستين نستخدمه للتفريق بين مايكوباكتيريا والنمايكوباكتيريا المايكوباكتيريا فيه عندها بالسلوى المادة الشمعية يطلق عليها مايكوليك أسد الننمايكوباكتيريا مش موجود عندها هاي المادة الشمعية الآن أنا حتى أكشف عن هاي البكتيريا نستخدم أول شيء بهاي الصبغة الصبغة البداية أو خلينا نحكي The primary stain اللي يطلق عليها الكاربولفوكسين هاي الكاربولفوكسين هاي الكاربولفوكسين إلها ذائبية عالية في المايكوليك أسد حتى إني أثبت الصبغة في المايكوليك أسد بلجأ يعمل الهيتنج للحرارة يعمل بلجأ لا استخدام ماديكيموي اللي هي الفينول فإذا مثلا نجعنا للفينول واللي يطلق عليها الكنيون الكنيونستين بيكون الهدف أن يحافظ على الأعضاء الحيوية للبكتيريا أما إذا لجعنا الهيتنج ما بيكون هميم من الأعضاء الحيوية بيكون بس هميمني أعرف نوع البكتيريا الموجود عندني هل هي مايكوبكتيريا أم لا مايكوبكتيريا فهذا الفرق بيناتنا إنه زين نرسونستين منستخدم الهيت لحتى أنه نثبت البكتيريا نثبت عفوا البرايمالستين في المايكوليك أسد الكينيونستين ما منستخدم حرارة منستخدم الفينول لحتى أنه نثبت البرايمالستين في المايكوليك أسد هاي هي طريقة الصباغة طبعا أول شيء نستخدم الكاربيلوفوكسين منضيفه طبعا من ثبته ياب حرارة ياب الفينول بعد ما ثبتنا طبعا المايكوبكتيريا بتنصبغ باللون أحمر نان مايكوبكتيريا بتنصبغ أيضا باللون الأحمر الآن منستخدم ديكولايزر اللي هو الأسيديك الكاهول هسا الأسيديك الكاهول شو راح يسويلي بالنسبة لمايكوبكتيريا زي ما قلنا البرايمالستين اللي استخدمناها اللي هي الكاربول الكاربول فوكسين عفوا بتكون ذائبيتها عالية بالمايكوليك أسد وأعود ذائبيتها حتى أعلى من ذائبيتها في الأسيديك الكاهول فبالتالي ما راح يتغير لون المايكوبكتيريا لكن إذا كانت البكتيريا اللي عندي نان مايكوبكتيريا راح تصير ثم منضيف الكاونترستين اللي هي عبارة عن مثليني بلو اللي الصبغة التفريقية بالنسبة لمايكوبكتيريا ما راح يتغير لونها أما النان مايكوبكتيريا فراح تنسبغ بلون مثليني بلو وصير لونها أزرق هيك منكون خلصنا الشرح هذا الشابتر بتمنى انكم تكونوا استفدتوا وربي يوفقوا مع السلام